الله أكبر أستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين إليه رد علم الساعة وما تخرج من ثموات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد أضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيروس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولنها ذا لي وما أذن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي إن دهنا الحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غنيل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونها بداني به وإذا مثه الشر فهدعاء عريض قل أرأيتم إن كان من إند الله ثم كفرتم به من أضل من من هو في شقاق بئيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مذية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط حميم عين سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما بالسماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفضرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو العفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذرهم القرى ومن حولها وتنذر يوم الدم إلى غيب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لدع لهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه به شيء فعكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكرت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزوادا ومن الأنعام أزوادا يذركم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم اللهم خطمت سمع الله لمن حمنا اللهم خطمت اللهم خطمت اللهم خطمت اللهم خطمت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيزاء نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يدثبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يليبه وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلهة لمسمى لقضي بينهم وإن الذين هورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه منيبه فلذلك فادعوا استقم كما أمرت ولا تتسمح أهواءهم فقل آمنت بما أنزل الله من كتابه وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استنيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعدل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو الغبي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أدرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يفتم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحب الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل الزوبة عن عباده ويعفو عن الزيئات ويعلم ما تفعلون ويستديب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبعه في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خمير مصير الله أهوى سمع الله لمن همنا الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما طلقوا وينشروا أحمده وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض فما بث فيهما من ذابة وهو على دمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم من عجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الدوار في البحر كالأعلى إن يشاء يسكن الرح فيضل الرواكد على ذهره إن في ذلك لآيات لكل صباري شكور أو يوبطن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يدادلون في آياته ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفاحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استداموا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شمرى بينهم ومما رذقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصنع فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنه السبيل على الذين يظلمون الناس ويغرون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وآليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء وما ينسرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استنيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من مرجع يومئذ وما لكم من نكيم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذطنا الإنسان بنا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويدعل من يشاء عظيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء إجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن دعلناه نورا نادي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما بالسماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصيب الأمور سمع الله لمن حمده الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين حمين والكتاب المبين إنا دعلاه مرآنا عربيا لعلكم تاقنون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وبا يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستاهيون فآلكنا أشد منهم بضشا ومضى مثل الأولين ولئن سارتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي دعل لكم الأرض مهدا ودعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأيشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستموا على ذهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم قرنين وإنا إلى ربنا لمقلمون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشع في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشيدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسعون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبله في قضية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بآدى مما وجدتم عليه آباءهم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ودع لها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل مدثعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القبيتين عظيم أهم يقاسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم مئيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا رحمة ربك خير مما يتمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لدعلا لدعلا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة سقفا من فضة ومعارض عليها يطارون الله أدل سمع الله لمن حمده الله أدل الله أدل الله أدل الله أدل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ولما جاء عيسى نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم وير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبرسون وما ظلمناهم ولكنهم كانوا مقالبين ولا دم يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ما كفون لقد جئناهم بالحق ولكن أكثرهم للحق كاربون أم أمرا أمرا فإنا مدرمون أم يحسنون أننا لا نسمع سرهم والجواب بلى ورسلنا لديهم يكتبون وإن كان للرهمان ولدهم فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض عب العرش عما يصفون فلهم يخوضوا وينعبوا حتى يلاكموا يرهموا الذي يعدون وهو الذي في السماء له وفي الأرض له وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقول إن الله فأنا ينفقون وقيل يا رب إن هؤلاء قول لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون حميم والكتاب الحميم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميم العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقعين لا إله إلا هو يحيي ويحييك ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فانتظم يوم تأتي السماء بدخال مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اتشق عنا العذاب إنا هؤمنون أنا لهم الذكرى وقل جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا أن لهم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائلون يوم نبتش البقشة الأمر إنا منتبئون ونطلب جنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كعيم أن أدو إلي عباد الله إني لهم رسول مبين الله أكبر سمع الله من حمده الله سمع الله سمع الله أم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله سلام عليكم 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 ورحمة الله فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الرياء آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وعيد لكل أفاك أثير يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعا فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها رفوة أولئك لهم عذاب مهين منهم وقائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من عجون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذابهم من رجز أليم الله أولياء الله أولياء الله أولياء الله أولياء الله أولياء الله أولياء الله أكبر نعبر وهيك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ونعلكم تشهون وسخر لكم ما في السماعات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يخفروا للذين لا يرجون أيام الله ليهذي قول بما كانوا يكسبون من عمل صالها فلنفسه ومن أساف عليها ثم إلى ربكم توجعون وقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبعهما الذين لا يعلمون إنهم لن يقوموا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض الله ولي المتقين هذا بصائر للناس عهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين جدروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء مهياهم ومماتهم ساها ما يقول وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجثى كل نفس بما كسبت وهم لا يتلغون أفرأيت من اتخذ إلها هوا وهو أطل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشارة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهم وقالهم بذلك من علم إلهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بين ما كان عجتهم إلا أن قالوا ما كان عجتهم إلا أن قالوا تُمْ بِأَبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ قُلْ اللَّهُ بِذِيكُمْ ثُمَّ يُمِّيْتُكُمْ ثُمَّ جَمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ نَعْبَ فِيهِ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله يرق السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم إذن يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا يوطق عليكم بالحق إنكم ما نستنسق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعنوا الصالحات فانجذرهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تدلى عليكم فاستقوتم وقلت القوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا غيب فيها قلتم ما نجري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبلانهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأركوا النار وما لكم من نصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغضتهم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا أهم يستعتقون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين ولو انت برياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله والأرض رب العالمين 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 الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعب وإياك نستعين إدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر الله أكبر سمع الله من حبيبا اللهم 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 الحمد لله رب العالمين أهو أحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوفا فصل لربك والحرم إن شانئك والأبتع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد إلا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له مفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر سعى الله لمن حبيبا الله أكبر رحمن الرحيم السلام عليك الخير كله نشكرك ولا نفوق ونخلع وندرك من يفجرك اللهم إياك نعبده ولك نصلي ونسجده وإليك نسعى ونهفده نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك التد بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هدي وعافنا فيمن عافي وتولنا فيمن تولي وبارك لنا من الخير فيما أعطيك وقنا شر ما قضيك نستغفرك ونترو إليك اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحبين اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ومكوعنا وسيودنا وتوباتنا يا إله الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحبين اللهم طهر قلوبنا من النفاع وأعمالنا من الرياء وألزنتنا من الكذب وأعيننا من الخيان إنك تعلم خوائنة الأعين وما تغفي السدور برحمتك يا أرحم الراحبين اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أجرنا من النار السالمين وأدخلنا الجنة مع المحققين ولا تردنا خوائنين برحمتك يا أرحم الراحبين اللهم إنا نسألك رباك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحبين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحبين اللهم اغفر لموتى المسكين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحبين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحبين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فعفو عنا برحمتك يا أرحم الراحبين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحبين وصل الله على نبينا محمد وعلا آله وصحبه أجمعين الله 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 اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله